إذن مشاهدين على ما يبدو أن صار الرئيس السابق دخلوا مبناء الكونغرس دخلوا المحكمة العليا قصر لبلالتو الرئاسي متسببين كما ذكرنا بالكثير من الأضرار في هذه المقرات الرئيسية ويحتاج هؤلاء المتظاهرين على عودة إذن الرئيس كما يقولون يساري إيناسيولا دا سيلفا إلى السلطة رئيسا للبلاد وفي هذه الأثناء تحاول قوات الأمن فض الاعتصامات فض ما يجري الآن هذه الاشتباكات على ما يبدو تسجل أيضا أو يسجل وقوع اشتباكات مع المقتحمين وقوات الأمن كما ذكرت قبل لحظات الرئيس البرازيلي الحالي لولادا سيلفا موجود خارج العاصمة هذه التطورات تأتي وهو يجري إذن زيارة رسمية لولاية ساو باولو نعود ونذكر أن هذه التطورات تأتي احتجاجا على وصول لولادا سيلفا إلى السلطة وهو كان قد نصب في أكتوبر الماضي في رئاسة أو في هذا المنصب في رئاسة البلاد ما الذي يريده هؤلاء ما هي المحاولات التي يقوم بها أنصار الرئيس السابق في هذه المرحلة في هذا التوقيت هل المحاولة لإسقاط الرئيس لولادا سيلفا كلها أسئلة نحاول أن نفهمها الآن مع الضيف الذي سينضم إلينا من ساو باولو الصحف في هاني الدرساني ما بعرف إذا الأستاذ هاني يسمعني الآن أستاذ هاني أنا أود أن أفهم ما الذي يحصل حقيقة شو الهدف من هذا التحرك الذي نتابعه ما الهدف من اقتحام هؤلاء المنصرين للرئيس السابق للمقرات الرسمية في البلاد مساء الخير لحضرتك والمتابعين هذا المشهد بالأسف يعيد لنا المشهد الذي حصل في الولايات المتحدة الأمريكية قبل سنوات مذلكة من اقتحامي للكونغرس اليوم عدد من أنصار الرئيس السابق والسوناريو وهم أنصار الحزب اليميني بعد دعوة منهم للتجمع بقرب المجلس أو المركز الرئاسي في برازيليا تحول التجمع إلى عملية اقتحامي المركز الرئاسي وذلك بعد وصول عدد كبير بالحقيقة من أنصار الرئيس والسوناريو هذا الأمر الهدف منه هو طبعا رفض نتائج الانتخابات الرئاسية التي حصلت في برازيل والتي تتوجه وتوجه من خلالها الرئيس بولادة سيلفا الرئيس اليساري بالانتصار بمركز الكاكتونو الرئيس للجمهورية طبعا هذا النوع من التجمع كان مقلوبا من خلال تجمع مقطع الطرقات بشكل عام ولكن اليوم هذا المشهد مخالف لكل أعراف الديمقراطية ومخالف لكل أعراف العمل السياسي عدد أيضا لا بأس به من أنصار الرئيس بولسوناريو السياسيون الموجودون لحد هذه اللحظة في العمل السياسي استنكروا هذا النوع من الأعمال بعض الصحف المحلية التي تتابع الأحداث وتفطه بالعمل الترهاري إذن من أنواع القوضى يحصل الآن بقرب المركز الرئاسي يحاولون أفضحام المقار ولكن تحاول الشرطة والشرطة العسكرية منعهم من خلال استخدام القوة المتاحة لديهم من خلال الأرزال هل الهدف أستاذ هاني دخول فقط هذه المقارات أم إسقاط الرئيس الهدف الرئيسي هو تعطيل عمل الحكومة الحالية لو قم الحاكل الحالية قم الألام عنها قبل أيام تشمل 37 وزيرا منهم أيضا بعض الوزراء من حزب الرئيس الذي خسر الرئيس بولسوناريو لكن الهدف الرئيسي هو تعطيل وشمل حركة السياسية والديمقراطية للدولة في البراسي بشكل عام محاولين طبعا أنصار بولسوناريو لفت الانتباه لكونهم رافضين للنتيجة الحد اليوم أنصار بولسوناريو لم يتقبلوا هزيمته الهزيمة كانت بفارق بسيط فارق لم يصل إلى 1% من خلال النتائج ولكن طبعا صندوق الاطراع هو من تصل بشكل نهائي من هو الرئيس الذي ستطلحكم وكان يولد سيلفا وعاد اليسار إلى حكم الدولة ولكن بشكل رئيسي هدفهم هو تعطيل الحياة السياسية وتعطيل العمل الخاص بالحكومة الجديدة التي تم تأليفها قبل أيام هنا فيها وإلى أي مدى تعتقدون أستاذ هاني أنصار الرئيس السابق بإمكانهم الوصول إلى هذا الهدف وهل من مخاوف من تحول لربما هذه الاقتحامات إلى فوضى عارمة في البلاد وإلى مواجهة يمكن مع أنصار الرئيس الحالي في الحقيقة هذه الصور التي يتم نقلها الآن تشكل مفرقا في الطرق في المستقبل السياسي في البرازيل فإما سوف تتحول إلى مواجهات مباشرة أو بأن بعض الأصوات العاقلين في السياسة البرازيلية سوف يدعون لإحتواء هذا النوع من الاحتجاج وأن يبقى ضمن إطاره القانوني وضمن الإطار الديمقراطي بعيدا عن استخدام العنو يذكر بأن الصريف المؤيد لبوسوناريو يوجد به كثير من اليمينين المتقرفين والذين قد لوحوا مسبقا باستخدام القوة بشكل مباشر صحيح طبعا من قبل عدة أيام تم نشر أخبار متعلقة بإلقاء القبض على شخص حاول زرع قنبلة في ليلة الأعياد الميلاد في ليلة الأربع وعشرين من ديسمبر العام الماضي وذلك باعتراف منه بأنه كان يسعى لعمل نوع من أنواع البلبلة لمنع كونسيل الرئيس بولد السيلبا والذي كان محددا بتاريخ الواحد يناير في 2023 لم يحدث الأمر ولكن هذه كلها مؤشرات إلى وجود نية لدى أنصار حزب اليمين من استخدام القوة إلى حد ما الأيام المتبلة الساعات القليلة التي ستتلو هذه الأحداث سوف تبين لنا هل هناك أصوات من العقلاء داخل اليمين سوف يدعون ويحاولون من تحديث اليمينين المتواجدين الآن في الشارع ومنعهم من الإنجراء في اتجاه استخدام القوة هذه الساعات القليلة القادمة أعتقد أنها سوف تكون ساعات مهمة جدا في مستقبل السياسي للبرازي بشكل عام إذن كما ذكرت أستاذ هاني البلاد على مفترق طرق لتحديد لربما المستقبل السياسي اللي ينتظرها في ظل هذه التطورات هل سيتم احتواء هذه التحركات لأنصار الرئيس البرازيلي السابق جاير بولسونارو هذا ما سننتظره لربما خلال الساعات القليلة المقبلة أشكر أستاذ هاني درساني الصحفي من سو بولو الذي وضعنا في أجواء ما يجري في البرازيل بحسب ما تبعنا أيضا إذن مشاهدين بهذه الصور اقتحام للمقرات والوزارات ولمبنى الكونغرس في البرازيل ترجمة نانسي قنقر